ثرد لسن معنا النهاردة اسمه تريانجل. ايه هو تريانجل? تريانجل هو عبارة عن بولوجن. احنا اتكلمنا ان البولوجن بتتكون كلها من لاين سيجمينتس ما فيهاش اي كيرفز. هاز نوع اني كيرفز. كلها بتتكون من لاين سيجمينتس. طيب بولوجن. البولوجن ده لي هاو ماني سايدز? لي ثري سايدز. بقرأ اسم التريانجل اللي عندي ازاي? بقرأ اسمه من البوينت اللي برا. يعني مثلا بقول ممكن اقول بي اي سي. وممكن اقول اي سي بي. وممكن اقول اي بي سي. والعكس ممكن انطقوا من نقطة سي اقول سي اي بي. ممكن يتقرأ بس لازم طبعا بالترتيب. يعني هقرأ من اي نقطة بي امنهم. وكمل بعدها. طيب. السايدز بتاعته. السايدز بتاعته اسمها ايه? عندي اول سايدز. اي بي. وعندي اي سي. وفي سي بي. التري سايدز دول. هما اللي بيكونولي البولوجن. اللي هو الترينجل. طيب. بتاعته. احنا قلنا ان كل بولوجن بيتكون من سايدز. اند بيرتزز. الفيرتزز بتاعته اسمها ايه? عندي اي لوحدها كده بس دي اسمها بيرتكس. وسي. اند بي. ديس اور ثري بيرتزز. طيب الانجلز بقى بتاعته. احنا قلنا الفيرتكس اللي هي النقطة دي نفسها. لكن الانجل هي الزاوية بتاعته من هنا. المن جوة. اللي بتوين يبقى عندي. انجل اي. انجل بي. اند انجل سي. ممكن اقرأ الانجل دي بطريقة تانية. لو عايزة مسلا اقرأ انجل سي. هقول انجل اي سي بي. هقول اسم الانجل من النص. يعني الانجل اللي في النص دي. يا اما اكتبها كده. يا اما اكتب انجل سي. اللي هي اللي في النص. يبقى انا اللي هي انجل اي. وعندي انجل اي بي سي. اللي هي انجل بي. يبقى دول ثري انجلز ودول ثري سايدز. طيب ايه هي الطايبز اف انجلز? الطايبز اف انجلز بقسمها لتو ويز اف تايبز. بقسمهم لنوعين ممكن اقسم بيهم الترايانجلز. اول حاجة على حسب الانجلز. على حسب اطوال السايدز بتاعته. اول حاجة عندي. ايه هو الاكولاترال ترايانجل? ان كل السايدز بتاعته لما يجئسها بلقلها نفس السايد. نفس الطول. اللين ده او السايد ده كده. equal this side equal the third sides. يبقى ثري سايدز دول or equal in lens في الطول بتاعهم. يعني ده لو ده ثري سنتيمترز هنلاقي ده ثري سنتيمترز وده ثري سنتيمترز. يبقى اسمه اكولاترال ترايانجل. طيب. لو انا عندي ترايانجل بالشكل ده. هيبقى فيه شرط تاني مهم لازم اللي اتنين دول يحصلوا مع بعض. ادام السايدز بتاعته are equal. هنلاقي الانجلز بتاعته لما نيجي نقسها بالبروتراجتر هنلاقيها are equal. وكل انجل فيهم هنلاقيها equal 60 degree. احنا اخدنا السنة اللي فاتت. how to measure angles. ازاي نقس الانجلز بالبروتراجتر. هنلاقي كل انجل منهم 60 degree. يبقى الترايانجل ده اكولاترال ترايانجل. طب لو لقيت انجل لثري سايدز بتاعته are equal. يبقى عندي الانجلز بتاعته are equal. كل واحدة فيهم equal 60 يبقى الترايانجل. اسمه isosilis triangle. what is the meaning of isosilis triangle? يعني كل two sides منه are equal. ممكن يكونوا التو سايدز دول equal. وممكن يكون التو سايدز دول equal. وممكن يكون التو سايدز دول equal. اي تو سايدز فيه بيكونوا equal. لكن السايد الثالث مش بيكون قدهم. يعني لو ده مثلا 5 سنتيمترز يبقى ده كمن 5 سنتيمترز نلاقي ده مثلا 3 سنتيمترز. هنلاقي فيهم صايد مختلف في اللنس بتاعه. يبقى two of each sides are equal in length. يبقى ده اسمه isosilis triangle. الثرث type of triangles. اسمه scalline triangle. what is the meaning of scalline triangle? انه three sides بتوعوا different in length. ولا صايد منهم اقوى للصايد التاني. كل صايد فيهم different in length. لو ده مثلا 5 سنتيمترز نلاقي ده 4 نلاقي ده 3. لو ده 7 ده 5 ده 4 كل صايد فيهم بيبقى different عن الصايد التاني. طب لو لئنا منهم two sides are equal ما يبقىش scalline خلاص triangle. يبقى isosilis triangle. هنا عندي all the collateral triangles are also isosilis triangle. يعني ايه? يعني كل اللي ليها. اللي ليها three sides equal. بالتأكيد فيها two sides are equal. زي isosilis triangle. يبقى كل الايسوسيليس بس مش كل الايسوسيليس يعني كل الايسوسيليس بيبقى فيها two sides بس equal. التالت مش بيبقى equal. يبقى ما ينفعش نقول عليه. لكن ينفع نقول على الايسوسيليس لان فيه كل two sides are equal.